مرحبا يا رجل كيف تكون؟ يوم جاتل لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء غيمر اليوم نحن لعب بكككستي و اليوم يا جماعي سأقل لكم سر تبع ليش صناديق سرية لا يخرجون لكم و سأقل لكم السبب و كيف تحصلوا على الصناديق و كثير كثير اشياء ظلوا معي الفيديو يعني تفرجوا معي الفيديو الاخر عشان تستكشفوا كل شيء لكن قبل ما نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا انكم تشتركوا بالقناة كما اذا سعمل معي الفيديو او لا تنسوا انتم تشتركوا في القناة الاني لحضا لكم و صندوق الوصف لو لم تكن اشتركين و كده وكده مهم هلاك يعني رجلنا بأنه اهوههه مبلش صوتي ارى حاليا انا موجودة بحساب ثاني بحساب ثاني تبع عندي حساب ثاني هذا حساب دانا اوكي لكن هلا مشتبعي يعني تستخلت علي عشان اخذ الصناديق لأنه الصناديق يا جماعة السرية ما طلعت لي بحسابي الرئيسي يعني بس بهذا الحساب فعملت لكم قريدي فيديو تباع أنه أماكن الصناديق السرية لو شاهدته يعني خطت دقيقة عايز دخلوا حسابي الرئيسي ورجع لكم يعني ما رحو رجيكم باسورد أكيد أوكي هلا قادي قادي بدخل لحسابي فمهم هلا يا جماعة شو اسمه خلي هلا إحكي طيب صناديق يا جماعة ما عم تطلع لي هون بحسابي زي ما كوا شايفين أنا لسه ما أخدتهم فخلينا جايز نروح لأماكن تباع الصناديق ونشوف هل رح يطلعوا لي ولا لا او ماي جود ليش سقط والله ما أصط يعني بس اخ الطراجة النورية خلينا رح جايز على مكان من أماكن الصناديق مثلا المكان الأول اللي كان فيه صندوق السري الأول طبعا لو جينا هون يا الله دون ميك مي ماد طبعا لو جينا هون على المكان تباع الصندوق السري الأول ما نموجود وأنا لسه حتى ما أخدته فليش ما بيطلع لي هذا الشي كثير كثير غريب هلا يا جماعة خلينا لكم السبب عفكر بيكيكس دي عم يحاولون يشتغلوا على هذا الشي عشان يصلحوا الأمر بس مختصار طبعا صارت مشكلة مع اللعبة فيعني بيكيكس دي صار فيها مشكلة أو صارت كأنه خدعي أو باق أو مدري شو يا جماعة جيز وجدت ميسي في اللعبة لك وهذا اسمه ليو ميسي بدين لابولجا ما فهمت جايز اسمع علينا انه ميسي المهم عفا كمانا بيفهم كل يعني بس شفت ميسي يا جماعة المهم مع علينا عفا كمانا ميسي الحقيقي لو ظنيتون الحقيقي لا يعني بس حدا مسميه نفسه كده قلتلكم شوف يا جماعة ميسي لأنه باسمه موجود كده ليو ميسي ما علينا من موضوع ميسي ورونالدو مدري شو كيف دخلنا أصلا هال الموضوع ايوه فشيكة لعبة بكيكس دي كأنه صار خلل أو باق أو خدعة بالاجليزي كتب باق تبيقولوا باق يب صارت خدعة أو باق مع أنه يعني عملوا تحديد جديد وكذا فما بيكون كل شي ضابط لأنه عشان تسمعوا لعبة عشان تعملوا تحديد واشياء زي هيك يعني بيكون الأمر صعب تمام فوهن بينزلوا التحديد وكذا يعني صار خطأ أو صار خلل عشان يعني الصناديق نزلت بس عند الأشخاص اللي لسه ما كملوا الايفنت باس بيكس دي يعني عملوا double XP لا الايفنت باس لو رحتوا على المكان تبع أشياء الجديدة نزلت بهذا التحديد رحتوا وجدوا أنه يعني بيكس دي عملوا مضاعفة لل الاكس بي تبع الايفنت باس طبعا اكس بي وهالأشياء شرحت لكم اياه في فيديو تبع الايفنت باس بس ليكوا عملوا مضاعفة الايفنت باس هاد الشي شرحت لكم اياه زمان فما رح طول بالفيديو انا شرح لكم يعني قلدي من فروض تكونوا متعرفوا بس لما متعرفوا خلاص انسوا فعملوا اكس بي كده مضاعفة وكما نزلوا الصناديق فالأشياء اطلق بطت وبالتالي بالتالي الناس عملوا هلأ تجارب ويعني بيدخلوا اه المهم بس اللعبة فالناس عملوا تجارب وبيدخلوا يعني من حساب ماخدين فيه مثلا النص طبع الايفنت باس مثلا حدا اه وصل بس هون بالايفنت باس انا لكم كمن الايفنت باس للاخر فعشان هيك ما بيطلعوا لي الصناديق طبعا اه واحد واصل هون ليكوا اخذ بس هالاشياء هالاشياء اللي هون لستاتها مقفولة عنده راح يا جماعة اخذ صندوق اللي فور وحصل على بنطلون من جد بعد ما حصل على البنطلون وجد علامة يس بهذا المكان البنطلون اللي موجود بالرقم التسعي وهو موقف ستنو قايز وجيكو هو موقف هون بس جماعة لما اخذ صندوق الاول اخذ هذا البنطلون وهو لساة هون يعني ايش دخل ايفنت باس مع الصناديق ما فهمت بس المهم يعني صار صار خلل او مشكلة صغيرة مع بيكيكس دي فعشان تلخبط لهم الاشياء فصناديق ما بيطلعوا للكل صناديق ما بيظهروا للكل خلاص مختفين عند اغلبية الناس و يعني النصف الثاني طالعنهم الصناديق عشان لسا ما اكملوا الايفنت باس و بيحصلوا على كوينز مثلا خمس الاف كوينز و كذا اشياء هاي خمس الاف كوينز هاي بيأخذوه من هون لكو من هون شايفين هون بعدين يعني بيأخذوا اشياء موجودة هون بالايفنت باس فهذا الشي غريب يعني فبنصحكم قايز انكم ما تأخذوا الصناديق افدا حتى تصلح هذه المشكلة بعد اخذوه عشان التحصلوا على الكوينز تبعيكم يعني الكوينز غير الايفنت باس ما عند اغلبوا الايفنت باس يعني لما تأخذوا الصندوق اخذوكم تمانمائه جواهره تمانمائه كوينز اقصد يعني جواهر رح يصر كل غني ل significant coins يعني değ cinemat Quyins دفاع اللعبة اللي مش موجوده بالايفنت باس كوينز ستحصلر على الاخ مجرائنا مثلا الألاف كوينز الى هون بعدين مت شرعان المشكلة低 bowler بالعمل باجع لم يكن يجب أن تأتي اضافيه لا اقل عدد افنت من السمال سوف نصحكم سناديق dimensional بعمل سناديق سريع هذا الكلب فقط اذهبون على الاماكن و انظروا هل ترى الصناديق او لا انظروا الصناديق الامر مليح لن اخذوا الصناديق ماذا لا يوجد plastik لا تخذوه لكن لذا فقط اخذواه اشتركوا على الصناديق لو طلع لكم عشان ما يصير معاكم مشكلة وكذا فيعني بس لين ما تتصلح المشكلة هلأ بالنسبة لكيف تحصل على الصناديق لو مختفين عندكم او لما بتشوفوهن بس انتظرو اوكي انتظرو لانو بيكيكستي راح يصلحوا هذه المشكلة الادمينز والاداريين تبع شركة اللعبة قاعدين هلأ بيحاولوا يصلحوا المشكلة لانو اكيد مشكلة معقدة وصعيمة مو بسيطة زي ما احنا من اعتقد لا يعني عشان يبرمجوا اللعبة وتحديد جديد وكذا اشياء يعني هذا الامر صعب فهلأ قاعدين عم يشتغلوا وبيعملوا على هذا الشيء فيب بعد ما يكملوا او خلاص يتم اتمام كنت احبلكم بعد ما يتم اتمام تم المشكلة الا الا لا لا بعد ما يتم انهاء تصليح المشكلة او اصلاح المشكلة او مدري خلاص راح تتصلح المشكلة ورح تقدروا تاخذوا صناديق بسلام وتمام وكمال واشي عم لخبط ايش كمان ايش تمام ايش سلام او مانا خلاص راح تاخذوا الصناديق بسلام وامان ايوه with peace and quiet المهم انا كمان لسه ما بيطلعوا لي الصناديق فانا كمان معاكم كلنا معا كلنا هلأ بنفس السفينة كلنا في الهواء خلاص ما تخافوا انا معاكم انتو معايا احنا بنفس القارب بس لو بيتلعوا لكم الصناديق فمبروك بس لو بيتكن من جد يعني بتاخدوا الصناديق خلاص اطلعوا من حسابكم لو بيتكن كده عملوا وافتحوا حساب جديد ورح يتلعوا لكم الصناديق بس لو انتو بالنص الـ event pass رح يتلعوا لكم الصناديق بس لما تاخدوه سوف تحصلوا لعشياء داخل event pass فما رح تستفيدوا من يعني مفاهمين علي؟ يعني اكيد فهمتوا لما هم حاولوا جايز تفهموا لما فهمتوا خلاص خلاص اللي تعملوا هو انكم تنتظروا انتظروا لين ما اعملكم فيديو طبع انه ليكوا تسلحت المشكلة او كيف تعرفون تسلحت المشكلة لو صناديق مختفي عندكم لما يطلعوا عندكم لما خلاص يظهروا ما ناتا خلاص يعني مشكلة تسلحت او خلاص انا قايز احلمكم رح اعملكم فيديو عن ليكوا تسلحت المشكلة هنا حصلت على الصنادي اخيرا فهيك احترفوا قايز المهم هيك قايز رح نخلص هاد الفيديو بتمنيكن اعجبكن ما تنسوينكن شتركوا بالقناة وحطي لايك الفيديو انيويز بحبكم كثير 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 بس باي